هاه هالمدينة مستحيل تهدى أبداً عن جد مثل الأفلام الواحد ما بيميل هون بالمرة بيظل متسلي كل يوم تطلع لنا شغلة جديدة بس مراد كتير ظريف الله وكيلك مستحيلي مير ثلاث أيام بدون تطلع لنا شغلة جديدة مثل أفلام الكوبوي الكوبوي الحلو بوقف بوش الزلم الشرير بيتطلع جوات عيونه وبيتحدى مراد كتير كل سلوى شو عم تحكي ولا شي عم بتخيل ما بيطلع لي يعني أموره تمام إن شاء الله في داعي ناخده على المستشفى لا فيكن تماشو سيارة الأسعاف هاي مو نوبة هاي نكسة من التعصيب الزايد نبكر بالأومر يا جاغا إذا ما ارتحت ما بتتحسن لازم تتبع على حالك أنا بتشك شكراً لا عفو هذا اللي حاولت فهمك يا هذا اللي ضليت قوله لطلع الشعر على الثاني يعني برافو أبو ابن مثاليين يعني هيك بتكون الشهام أليف رجاء والله زلمي هددك بنسبتك وأبوك كانت رح تجي نوبي تاني أنا ماني فهماني شو عم تحاولوا تعملوا ما عم بفهم يا أنا مو طبيعية يا مخي اسميك خفت كتير عجل درجة أنا فكرت ومات تفي من تمك ماما انتو مناح يا بنات شو قال الدكتور الحمدلله سليمي أنا حاشتي هيك اليوم فايتينة فحالة خير وانتي بخير ماما يا روحي انتي خفت كتير لنا زمان ما شفناك كوابيس لا تكون بلشت من جديد قولي أي شي ماما قولي لي إنها ما رجعت لا ماما لا حبيبتي اي شغلات ما لازم تصير ونضل نحنا قاعدين بمحلنا ومع هيك رجع أغى عند كلمته بعد كل تحديك إلو تركك وما أزاك داركني لأنه استخف بحكي ووسق زيادة بقوته هالا كيفه راح نعلمه كيف ياخدنا بجدية بدي يكن تراقبولي ابن رجع هاد اللوح لي اسمه مراد بدي ورجي لهالآغة الزفت شو يعني ياخد روح اللي بحبه كل شي متوقع من هالخاين جانو اعمل احتياطك على راسي اغى زيد عدد الحراس ما بدي يطير يطير حوالين المزرعة مفهوم يا اغى مين ما طلع برات هالبيت تبعته معه مرافقة خلي الكل يفتحوا عيونهن طب من بالك اغى راح نعمل كل شي بيلزم عن اذنك اه مهروة نعم ماما اجت انسة رياضيات حبيبتي مرحبا انسة اهلي رح نادي لرفيقتي وارجع تفضلي اذا بتريدي كالله يلعن هالحظ الزلمة كتير حلو بس متزوج ومن اما لمروة كمان لك بعرف بس مو بايدي سلوة اه دقيقة اجت الانسة رح نبلش طيب بس لخلص لا تتأخري اكيد لو بتشوفيه للزلمة من النوع اللي بيخلي قلب الوحدة يوقف يلا رح سكر هلأ صار وقت الدرس شوفك باي كيفك اليوم بابا؟ صرت احسن ابني بابا لا تتعب حالك لا تشغلي بالي عليك لا تقلق لوين رايح على المكتب خد معك زلمة زلمة جانوا اكيد رح يغضر فينا رح يدور على فرصة بابا انا بحياتي ما اخدت معي مرافقة هالمرة بدك تاخد باخد اسلاحي معي بس مرافقة لا تاخد اسلاحك ومرافقة اذا ما بتاخد باحمل حالي وبروح بعمل حالي